السلام عليكم اليوم شاء الله سنتعرف على ونرى كيف يخدم الشيباريجيستر الشيباريجيستر بالانجليزية او بالفرنسية ريجيستر سنحتاج في التجربة سنحتاج الانتبريلا بالانجليزية بالفرنسية سنحتاجه الـ ونحتاجه الـ 264 اللي هو ريجيستر اللي تهمنا اليوم في تجربة هو هاد من هنا الى الفوق هاد شي ما تهمناهش لان تهمنا من هنا الى الفوق ونشوف هاد التجربة هالي غالبا ما تستطرح في الـ digital labor السؤال كالتالي تطلبه مثلا باش نحصل على الزر لاثة المرات عادي يشعل واحد الموطور يخدم واحد الموطور معي الرابعة يطفى الموطور انا عندي الموطور هنا ممتلب ديودة هنضيروا التجربة اولا ومن بعد هنشوه الديطاي ونحاولو نفهمه كيفاش يخدم الرجيسة وكيفاش تخرجنا مثلا هاد هاد سؤال هنضيروا التجربة واحد جوش ثلاثة تشعل الموطور هنضيروا الديوضة الرابعة يطفى نحاولو مرة اخرى واحد جوش ثلاثة تشعل الرابعة يطفى انا مشروف الديطاي نحاولو نفهمه مثلا اولا ماذا تقوم برجيسة هنضيروا تجربة كلها ممتالة هنا مرسومة بمينياتور تاسطة لا اند بريلا بالهادسة 00 بالهادسة 164 رشيب رجيسة ان شاء الله حاولو نفهمه ماذا تقوم برجيسة رشيب رجيسة نحاولو تطلب ويضخلوا ايضا 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 تكونوا دايماً مربوطين بـ High في هات تجربة هاتي مربوطين بـ 5V بتخليهم هنا يعدنا واحد End Logic هنا في واحد وجوج يعني إذا كان هنا High هنا عدنا واحد عدنا واحد السيغنال واحد تهنا High ولكن هذا High ما تيخرش حتى تيكون الـ Clock 1 في مخرج الرقم 3 في المخرج الرقم 3 سيخرج لنا السيغنال واحد اللي كان هنا أصلاً من بعد باش يجي واحد الـ Clock اخر سيجي واحد السيغنال اخر واحد شنو غايدير شيب رجزة شنو تيدير تيدفع هاتيك الـ 1 هاتيك الخمسة بوردو الـ High اللي كانت هنا تيدفعها الهناي تتولي هنا 1 و واحد اخر هيا 1 هنا مكتوبة ثم سيدخل الـ Clock اخر شنو غايدير هاتي الـ 1 هدا سيدفعه الـ Pin الاخر رقم 5 6 ثم سيدخل الـ Clock سيدخل الـ Clock سيدخل الـ 10 سيبقى غادي وذيك الواحد تيمشي يعني شيب رجزة وهو عبارة عن Flip Flop Battle تيشد واحد البيت معين مثلا واحد السيغنال تحتافض به لكي تعطيه الـ Clock المناسب على حسب الـ XT كيف يخدم شيب رجزة إما تخدم بـ Unsteig يعني High ولا تخدم بـ Low هذا تخدم بـ High تحتافض به لكي تعطيه High تدوزو الـ Pin و المخرج التالي اللي وراء يعني يحتافض به تعطيه الـ Clock 1 عاد يخرجوا اللي وراء يعني هداك الواحد تيدفعه ذاك الشيب رجزة تيدفع هداك الواحد اللي كان هنا تعطيه الـ Clock يدفعه الثاني تعطيه الـ Clock وهي غادة بحلقة ثم نحاول نفهمه التجربة ككل هناك مينياتور تاسته و الزر ربطناه بـ H-C هذا هو الـ Interpreller الـ Interpreller لماذا تسميه الـ Interpreller لأنه إذا خدمنا غير تاسته بوحده لكي تخدم تاسته بسرعة تحصر عليها بسرعة مثلا لذلك سيكون لذلك 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 حصر على المثال و الأن إذا أريد فأنا أريد نفعل أريد أنه يفعل ليسي هنا و الأن و هذه تضمن لذلك أنه لا تجربة لذلك 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 يمكن أن نحصر بسترابة يخطي دائما لا يشعر ما يشعر يعني 1.3 1.3 4.3 1.3 هذا هو الهدف انتبريلا انتبريلا لكي القاطع لديه واحد القاطع لا يبقى شيء تردد الوقت نربطه ب هذا هو الهدف 0.0 الشالتوغ اللي فيه الداخل اللوكيك اللي فيه الداخل سهل جدا هو عنده مثلا المداخل 1.1 تخدم ب ناند يعني إذا كان هاي هنا في الاوسكان سأعطيني اعطيني اعطيني مثلا كان عندي ناند لوكيك ناند لوكيك مثلا كان عندي هاي لاو بالاند يعطيني ولكن الانه ناند لوكيك يعطيني 1.1 يعني الناند هو ان السيجنال تتقلب هنا هذا هناخده من الكلوك دينا نحتاج الكلوك ناخده السيجنال من الرقم 3 هو الكلوك دينا سأعطيه الهادسة 164 الشيباريجيستر ماذا قلنا قلنا شرحنا كيف يختم الشيباريجيستر هذا الكلوك 3 سأعطيه الهل 8 لنحصر المرة الأولى هنا هنا قونا في المخارج في المخارج 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 أوإنسان المخارج 3 12 12 كل المخارج لا يوجد مصدين لأن لا يوجد الكلوك ما داخلهش الكلوك هذو ربطناهم بالهي دايما نربطنهم بخمسة فولت ولكن هنا ما عنديش الكلوك يعني وخان حصرهن إلا ما كانش عندي الكلوك ما غيرت روالو للا عبرنا هنا وهنا وهنا تكون اللقاو لاو 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 يمكننا نشوفوه على داخل